السلام عليكم يا شيخنا. اهلا بك يا ابو السيد. عليكم السلام. تفضل. ازاك يا شيخ سلام يا محمد. الحمد لله يا رب العالمين. سؤال. وعايز اسألهم حضرتك. صلاة الفجر ما تروح منا. نصلاها امتى وازاي? انا لوحد بيقول مسلا ما قبل الظهر مسلا او بعض الظهر. بتقول صلاة ايه? اسماتي. ايه صلاة ازاي? صلاة ايه? صلاة الفجر. اه الفجر. صلاة الفجر يا عشقنا. اه ركعتين الفجر بتسعى ركتان الفجر ولا الصبح. لا الفجر. الفجر يا عشق. طيب يعني انت صحيت من نوم بعد شروق الشمس. عايز تصلي بقى. هتصلي ايه? بعد شروق الشمس. اه. المفروض تصلي ايه? صح كده سؤالك? ده السؤال. اه ده السؤال. هتصلي الفريضة اللي عليك. امتى دي بقى? امتى قبل اول وقت ما قوم ولا بعد الظهر ولا قبل الظهر ولا ممكن احنا ما قوم بعد الظهر وكده. اول ما تقوم من نوم اول حاجة تعملها تصلي الفريضة اللي فاتتة كنت نايم. تمام. بس المهم يكون نومك ده كان نوم اضطراري. مش انت صهران طول الليل في حاجة ملهاش لازمة وجدت نم قبل الفجر. هتأثم على ذلك لكن اول ما تصحى برضو صلي قضاءا. تصحى بقى قبل الظهر. تصحى بعد الظهر. تصحى المغرب. تصحى للعصر. اول ما تصحى من نوم اول حاجة تعملها. تتوضى. وتصلي الصلاة اللي فاتتة كنت نايم. تمام. تمام. بس كده. وتصلي. هتصلي ركعتين الصبح بس. وكده فات كشرف ركعتين الفجر. اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهما. خير من الدنيا وما فيه. ودول بيتصلوا من اول ما تسمع الازان لحد قبل شروق الشمس. ده وقتهم. الكنز ده. وقته في الحتة الظلمة ده هي. قبل شروق الشمس. هتصحى متأخر فاتك الكنز. تصلي بس الفريضة اللي عليك. عشان تصليها قضاء. فلا تحاسبوا عليها. تفضل. تمام. انا كده كده. الحمد لله. الحمد لله يا رب. بالحمد لله يا ربنا دي ما علينا نعمة بن صليف وقته. بس احنا في الكلام في الظروف اللي الطريقة. دي السؤال الاول. السؤال التاني بقى بما ان حضرتك بتقول اهل غزة عملوا اللي عليهم وهم تمام كده وهم شهده وهم دليل بل. احنا بقى المفروض احنا علينا ايه? هم عملوا على المكتر الف خيرهم واشكروا على اللي هم عملوه من اجل الدنيا بحالة. مش من اجلهم هم بس من اجل الدنيا بحالة. احنا بقى نعمل ايه? انت انا ندي نقاطع نعمل نقول الحاجات اللي اتها حسابك قلت عليها قبل كده. ايه. برضو مفيش ناتج. احنا برضو حاسين ان احنا مقصرين مع الناس دي ومش فيه ديني حاجة نعمل. اولا احنا هندعمهم ازاي? واحنا اصلا مش عارفين ندعم نفسينا. تمام. يعني احنا احنا في بلدنا هو مش عارفين نتكلم مش عارفين نتكلم. نقول بيم حتى. البيم بياخدوك اه انت عارف اكثر من اي حتى. تمام. الكلام لو بنيجي تكلم حد يقولك وط صوتك لحد يسمعك. خلي بالك لحد يسمعك. خلي بالك لحد يسجلك. يعني بقى هنا في اهل بعض وجرام بعض وقرايب بعض واصحاب بعض. ونخفع ونقول خلي بالك لحد يسجلك. المفروض اللي هيجي يسجل ده من كوكب تاني بيسجل. ولا احنا في بعضينا كده كمان وخافين من بعضينا. هوا ده. بالزبط كده. الله يبارك فيك جزاك الله خيرا. اولا تعمل ايه? تعمل اللي عليك. الله تعالى يقول ما استطعتم. واعدوا ما استطعتم. يبقى كل واحد استطعته هو اللي عرفها اكتر منه. واحنا شرحنا الموضوع ده اكتر من مرة. وانت اشرت اليه في كلامك انك سمعتيني قبل كده بقول الكلام ده. طيب. هل كده احنا عملنا اللي علينا? والله من باب معذرة الى ربكم. اوعى بقى تستسلم لليأس. واقعى اتبيع القضية وتطنش وتكبر دماغك. اما بقى موضوع وط صوتك واحنا محتلين واحنا ظروفنا صعبة وناس هتسجل لنا. ما هو اللي محتلنا قصد كده. او اللي مخوفنا قصد كده. قصد ان يخلي الناس ما تتكلمش. حتى لو نايم وبتحلم ما تحلمش. واخد بالك كان في زمان قصة كده جميلة قوي كان اسمها الحلم في الممنوع. كان بداخل قصة واحد حلم حلم. حلم حلم. فكان قاعد راح تاني يوم الشغل. فحكى الحلم اللي زميله في الشغل. فزميله بلغ عليه. فجوم قبضوا عليه وحققوا معاه عشان. قالوا له انت حلمت بايه. فحكى لهم الحلم. فحبسوه. قال لهم يا جدعان ده حلم. اخد بالك. فهو دايما كده. الاستبداد والظلم والقهر اللي اللي بيبقى الحاكم عايز يفرضوا على شعبه عشان يبين لنفسه انه هو بيحكم. لازم يخوف الناس من بعضهم. لازم يحسسك ان انت مترائب اربعة وعشرين ساعة. يخوفك. قولك اوعى اوعى تتكلم. مرة كنا كنا نتحبست في عهد مبرك مرتين. فكاد في مرة منهم كنا في سجن وقاعدين ومجموعة كده اربعة وخمسة وزنزانة ضيقة جدا يعني. فقاعدين بنتكلم. لا والله كنا اكتر كنا كنا عشرة. فقاعدين بنتكلم. فقاعدين وعد انه قال يا اخوان. قال يا اخوان اوطوا صوتكم اللي يكونوا حطوا لنا كاميرات يكونوا بيرقبونا. قلت له يا شيخ فتحي. طب وبعدين. لو يعني لو اتكلمنا هيعملوا فينا ايه. قال لا يحبسونا. قملت لهم. الرجل اللي لحظة كده نسي ان هو محبوس. كان في فاكر ان احنا عادين في كافي ولا حاجة. يا الله خير. عموان شروا البلية ما يضحك والله. وكان فيك يا مصر من المضحكات لكنه ضحك كالبكاء. معنا.